الكاتب والباحث السياسي بسام البني أهلا بك معنا أستاذ بسام على سكاينيوز عربية هذا الهجوم على مخزن الوقود في بيلغورود من خلال استخدام طائرات الهليكوبتر المي 24 أخذ الوضعية الهجومية على ما يبدو أو محاولة من قبل القوات الأوكرانية ما الذي يعني ذلك في خضم ما يجري وكيف تتوقع أن يكون الرد الفعل الروسي أنا باعتقادي صباحك الخير أستاذي ميشيل أو صباح الخير على مشاهدين كنار سكاينيوز عربية أنا باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة لرفع معنويات الجيش الأوكراني المتحطم تماما والذي قد تم تجزئه إلى كنتونات محاصرة في عدة مناطق وقد نجحت بالفعل هذه العملية واعترفت روسيا بأن هناك مروحيتان اعتمدتا على الطيران بشكل منخفض والوصول إلى مخازن النقود وتدميرها ولكن هذه الخطوة قد تعطي نتائج عكسية لأن روسيا عندما أعلنت أنها ستخفف من عملياتها العسكرية في محيط كيف وتشرنيف مقابل أن تعطي جواً إيجابياً للمحادثات كان الرد الأوكراني بالتصعيد والاستفزاز باعتقادي سيكون الرد الروسي قاسياً لم تجد طائرة بعد اليوم تطير في أوكرانيا خلال أيام سيتم تدمير ما تبقى من قوات جوية أوكرانية ومن مطارات مخفية هناك مدرجات يقال عنها أنها مخفية تستخدمها القوات الأوكرانية وقد حضرت نفسها لهذا الأمر بنصيحة من الناتو منذ عام 2014 وهي تعضر نفسها القوات الروسية تراقب عن كسب أي نقطة تخرج منها قوات جوية أوكرانية يقوم القوات الروسية بتدميرها هل ذلك بتسلي سيينسف كل جهود التفاوض كما تتحدث حضرتك أستاذ بسنام يعني دعيني أولاً أقول رأيي الشخصي بموضوع التفاوض رأيي الشخصي أن هناك ليس تفاوض بل نقطة اتصال بين الأطراف يعني هناك نقطة اتصال مفتوحة من أجل السماح لكيف عندما تكون مستعدة للاستسلام لكل الشروط الروسية التي وضعتها أن يكون هناك نقطة اتصال تستطيع من خلالها فعل ذلك وبعدها التجهيز للقاء بين زيلنسكي وبوتين كما يقال من أجل توقيع اتفاقية استسلام قد تسمى بأسماء غير الاستسلام ولكن بالنتيجة ستكون استسلام كامل لأوكرانيا وغير ذلك غير مقبول وهناك عدة نقاط يمكن أن تجعلني استطيع القول أن هذه المفاوضات فاشلة لأن زيلنسكي يتحدث عن ضمانات أمنية يريدها لأوكرانيا من قبل دول نووية في الناتو على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وباعتقاد الشخصي روسيا ترفض كليا هذه الضمانات لأنها تعتبرها تدخلا في أوكرانيا الهدف الذي يعارض كليا هدف الحملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا اليوم على الأراضي الأوكرانية باليوم لنتقل إلى الشق المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي والمرسوم الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بمسألة الدفع بالروبل يبدو في أن دول كالمانيا وفرنسا لا تزال مصرة على الدفع باليورو استنادا للعقود المبرمة بين الدولتين هل تصل الأمور إلى حد القطيع فعليا وتأخذ موسكو الخطوة القاسية باتجاه أوروبا في حال فعليا لم تلتزم بالشروط الروسية بكل تأكيد إذا لم تلتزم أوروبا بالدفع أو الشركات الأوروبية بالدفع بالروبل سيتم قطع الإمدادات لأنه قالها بوتين جمعيتنا الخيرية قد تم إغلاقها ونريد أن نحصل نقودا مقابل الطاقة التي نوردها إلى أوروبا دعيني أقول لك أن اليوم سياسة كسر العظم استطيع تشبيهها بأن روسيا تقود انتفاضة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية أو ضد الاستعمار الأمريكي عن طريق التحكم بالاقتصاد العالمي والتحويلات البنكية وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي هذه الانتفاضة انصح التعبير على الاستعمار الأمريكي الجديد الذي يستعمر الدول رفضت روسيا أن تكون مستعمرة له وتنادي كل من يعاني من هذا الاستعمار بالانضمام إلى الحزب الروسي إن صح التعبير أو إلى التجمع الشرقي الذي يعني يرفض هذا الاستعمار بكل أشكاله ووضعت الرهان يعني الرهان كبير جدا فإذا ما نجحت روسيا ستنهار المنظومة الاقتصادية العالمية وستنهار سيطرة الدولار الأمريكي أما إذا ما فشلت روسيا فستنهار روسيا نفسها وهنا أريد أن أتحدث عن أن روسيا لا تملك ترف أن تفشل لأنها قالها بوتين يوما لماذا هذا العالم سيكون موجودا إذا لم تكن فيه روسيا ماذا يعني لي هذا العالم بدون روسيا يعني هناك حرب عالمية الثالثة اليوم على قدم وساق تجري بموضوع الاقتصاد ولكن قد تتطور إلى حرب ساخنة أو دافئة على المستوى العسكري أستاذ بسام الواضح يمكن أن الرئيس بوتين لربما قام بدراسات كل خطواته قبل الشروع بهذه الخطوة على الصحة الأوكرانية التي وصفتها حضرتك بأنها قد تكون صاحة كسر الهيمنة الأمريكية وتحدثت عن تعويل على التجمع الشرقي لربما كما وصفته حضرتك يعني الذي قد يجمع ليس طبعا الأيديولوجيا ولكن على الإرادة نفسها ما متانت هذا التجمع الذي تتحدث عنه يعني هذا التجمع هو يشكل أكثر من نصف العالم سواء على عدد السكان أو على المساحة التي يحتلها من هذه الكرة الأرضية يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم باقتصاد العالم كما قلت لك وتفرض عقوبات على من تشاء وتسمح لمن يشاء وكلها أرقام مهمية يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم امبراطورية كذب وامبراطورية من ورق وهذه الامبراطورية قامت بناءا على أكبر سرقة في التاريخ حدثت بتاريخ العالم عندما أعلن نيكسون عدم دعم الدولار بالدهب وبعدها لم تستطع أو تجرؤ الدول على التخلي عن الدولار كعملة أساسية عالمية لأن مخزون صناديقها السيادية في الدولار لذلك بدأت أمريكا بطبع الدولار دون رصيد وهي يعني تتحكم باقتصاد العالم رغم أن ديونها تفوق دخلها يعني هناك ديون وعجز في الميزانية الأمريكية كبير للغاية ورغم ذلك تريد أن تفرض كل شروطها على أي دولة لا تعجبها سياستها تريد فرض الإرادة السياسية على دول بحد ذاتها وإذا رفضت هذه الدول تقوم بإجراء عقوبات يعني كيف تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد الصندوق السيادي الروسي خارج روسيا وهي روسيا دولة عظمة وتستطيع الدفاع عن نفسها تنظر الدول الصغيرة والدول الأقل قوة من روسيا إلى هذا الأمر بخشية كبيرة أنهم مستهدفون بعدها إما أن يكونوا مستعمرين للولايات المتحدة الأمريكية على طريقة الاستعمار الحديث وهو الاستعمار دون وجود جيوش على الأراضي أو بوجود جيوش وإضافة إلى ذلك التحكم بالقرار السيادي عن طريق التحكم بالاقتصاد أو أن ينضموا إلى المعسكر الروسي الذي أطلق التحدي للولايات المتحدة الأمريكية وبدأ فعلا بسياسة كسر العظم أما أوروبا وموضوع الغاز فأوروبا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تضحي بها ولا تهمها سواء نجحة اقتصادها أو فشل لأنها هي في النهاية أي أقصد الولايات المتحدة الأمريكية هي الرابح الوحيد ولكن أيضا الرواية الغربية تتحدث بأن عملية لربما قطعة أمدادة الغاز عن أوروبا أيضا ستضر بالطرف الروسي بما أنه كما يقولون أن روسيا دولة اقتصادها ضعيف نسبيا وبأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها في قطاع الطاقة وبأن هذه العملية قد أيضا لن تكون كافة مسألة تعويض هذه الخسارة أن توجهت فعليا نحو حلفائها شرقا فكيف ترد على ذلك؟ يعني دعيني أقول لك أثناء الشجار أو القتال لا ينظر إلى ضياع الساعة من اليد أو الزر من الجاكت إلا الجبان عندما يكون هناك قتال لابد من خسائر والخسائر على الشكل الآتي روسيا قد تخسر ماليا نعم قد تتأثر اقتصاديا نعم لكن الاقتصاد الأوروبي سيدمر كليا ستحدث حسب الأحصائيات وحسب الدراسات الأوروبية نفسها أنها إذا ما تم قطع الغاز عن أوروبا إذا رفضت الدفع بالروبيل سينهار الاقتصاد الأوروبي بشكل كامل وستحدث تضخم كبير للغاية وقد تحدث مجاعة أصلا كيف تفسر الموقف الأوروبي هنا أستاذ بسام أكبر من الضرر يعذرني عن قاطعك في ظل هذه الصورة التي ترسمها كيف تفسر الموقف الأوروبي أستاذ ميشيل الموقف الأوروبي لا يملك قراره السيادي أنا قلت لك أن الأوروبا اليوم مستعمرة أمريكية وأمريكا هي من ألزمت الأوروبيين بفرض العقوبات حتى أن أوروبا حاولت كثيرا أن تستسني الكثير من العقوبات لكنه بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت لا تنسي أن هناك 100 ألف جندي اليوم على الأرض في أوروبا يعني أمريكي 100 ألف جندي أمريكي قوات نووية في أوروبا قوات غير نووية في أوروبا كلها أمريكية أمريكا استطاعت أن تجبر مستعمرتها الأوروبية على الالتزام بهذه العقوبات ضد مصالحها نفسها يعني اليوم روسيا تقول لك نحن لن نطلب من الأوروبيين أو من غيرهم رفع العقوبات ولكن ما تفعله روسيا من إجراءات ستجبر الأوروبيين على يعني ستزل الأوروبيين وتجبرهم على رفع العقوبات بنفسهم بدون حتى الطلب لأنهم إن لن يدفعوا سيكون المصيرهم المحتوم هو انهيار اقتصادهم الذي يتباهون به ليل النهار ويتباهون بالرفاه والحياة الرغيدة في بلادهم الشيء الذي سيفقدوه سيؤدي إلى ثورات داخل أوروبا وسيؤدي إلى اضطرابات شعبية داخل أوروبا وسيؤدي إلى إسقاط حكومات ورفع حكومات يعني هناك اليوم تشكيل لعالم جديد ومنظومة اقتصادية جديدة قد تنجح روسيا جزئيا قد تنجح كليا قد لا تنجح قد تفشل هذا ما سنراه في الأشهر أو السنة القادمة شكرا جزيلا لضيفنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام ألبوني شكرا شكرا